يعني أكثر من حدا لما عرفوا أنه المقابلة معك قالوني ياه وقالوا لي سأليه السؤال المهم جدا عن تقييمك لتطور اللاعبين العرب ومين برأيك أفضل لاعب عربي؟ يلا رحنا على الرياضة تماما لا هذا نقاش جماهيري أكثر مما هو مهني وإعلامي من هو الأفضل؟ من وجهة نظرك ربما؟ اليوم صراح محمد صراح اليوم محمد صراح اليوم محمد صراح هو الأفضل أرقاما وبعدين إلى في فريق ليفربول توج بلقب ينافس على اللقبين آخرين أرقامه تتحدث عنه أعتقد هو الأفضل بالمطلق على رغم من أنه كان يلقى الكثير من الانتقادات يعني في الفترة الأخيرة طبيعي أنه يلقى الكثير من الانتقادات لأنه دائما ينتظر منه الأفضل وبعدين هذه الانتقادات أيضا هي جماهيرية أكثر مما هي مهنية وإعلامية والجماهير تحركها مشاعرها وعواطفها أكثر من أكثر من شيء آخر مهني ممكن نتناوله أنا وإنتي كعالميين ولكن الجماهير يبقى العاطفي هي التي تحركهم دائما يطلبوا المزيد ودائما يعتقدوا بأنه هذا صراحهم هو الذي يجب أن يسجل كل يوم ويجب أن يفوز كل يوم مش معقول أنه يسجل كل يوم أو يفوز كل يوم هو إنسان يعني فهذه أيضا جماهيرية أكثر من ما هي ربما لدي أيضا تعليق على رغم من أنه يعني قبل قليل قلت بأنه كل شخص لازم أنه يحمل رسائل يعني إن كانت إنسانية أو سياسية من خلال مهنته أو من خلال ما يمارسه من نشاطات اليوم هل بتعتقد أنه لعبين العرب فعلا حملوا هالرسائل إلى الملاعب العالمية؟ كان فيه تقصير بشكل كبير جدا بالنظر للأحداث والوقاعة كان فيه تقصير ملحوظ مقارنة بلعبين أجانب مثلا غربيين كانت حركتهم الأحداث غزة أكثر مما حركتهم بعض اللاعبين العرب لأسباب مختلفة ذاتية وموضوعية ولكن ليس هناك سبب في هذه الدنيا يخلي واحد يتخلى عن مسؤوليته لأنه شفنا كثير من الأطفال الفلسطينيين استشهدوا لهم لابسين أقمصة صلاح وهنا السؤال السؤال بيترح نفسه يعني أنت عامل صلاح أنك أفضل لاعب وبنفس الوقت لم يكن هناك أي هذه فقط كعينة مش بسببها راح صلاح يلوقف معهم أو محرز أو أي لعب آخر أي نعم هناك ضغوطات وهناك أمور خارجة عن نطاقهم ولكن في نهاية المطاف أنت إنسان وأنت عربي وأنت مسلم وأنت يجب أن يكون لديك موقف وأنت قدوة وأنت معيار يتبعوك الشباب مش يتبعوا فقط اللاعب يتبعوك حتى في لبسك وفي تصريحة شعرك وفي تفكيرك وفي كلامك وفي مشيتك فخليهم أيضا يتبعوك وخليك أنت قدوة كذلك من ناحية الإنسانية خاصة وأنه رحنا نتكلمه على صلاح صلاح ولد متربي يعني متربي ومو منه وحنا نقوله بالفرنسية يلدقاج يعطي صورة طيبة خلي الصورة تكتمل خاصة وأنه الناس هي اللي في حاجة إليك موش أنت اللي في حاجة إلى ليفر بول تطلع من ليفر بول تروح على فريق آخر ممكن تنال ضعف الضعف وبعدين حيات مشوارك الكروي هو محدد في الوقت خلي أثر نعم شكرا يعني